اشتركوا في القناة على مفهوم الحوكمة الأول وبعدين هنخش في تقرير المعهد هنطلع في فاصل سريع صديقي المشاهد نشوف تقرير حليتنا النهاردة وبعدين نبدأ الحور الاستثمار في البشر أعظم استثمار في العصر الحديث فالفرض المؤهل تعليميا ومهاريا وثقافيا إضافة كبيرة لأي مجتمع ومرتكز قوي لبناء اقتصاد سليم والاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار فيه هو الطريق الأوحد لبناء دولة قوية تستند على أساس متين وسليم لأن البشر هم البنية الأولى لأي حضارة أو تقدم أو نمو وهذا ما تنفذه الدولة في إطار رؤية مصر 2030 من الجدير بالذكر أنه يأتي استثمار مصر في تنمية رأس مالها البشري في مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق كما تجري التكييز على تنمية رأس المال البشري لا سيما من خلال ما توفره السياسات الإصلاحية من موارد وإعطاء أهمية كبرى لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة ترجمة نانسي قنقر طيب معلش هنا موضوع الحوكمة ده ما أنا شخصية اللي بتلخمط فيه جداً وما كلمناش فيه لحياة في البرنامج فقبل ما نخش على تقرير المعهد القومي للحوكمة اللي هو يعتبر نسبياً على ما أعتقد أنه جزء جديد من وزارة التخطيط إيه يعني إيه حوكمة أصلاً وإيه علاقتها بالاقتصاد؟ تمام في البداية لازم نوضح يعني إيه مصطلح حوكمة لأنه فعلاً زي محردك قلت من المصطلحات الجديدة اللي بدأت تظهر في مجال التنمية المستدامة الحوكمة هي في الأصل كلمة يونانية إغريقية بدأت يحصل ترجمة لها في معجم اللغة العربية عام 2003 وكانت بقوله هي الإدارة الرشيدة الحكم الرشيد لغاية ما تم الاتفاق أن المصطلح يطلق عليه مصطلح الحوكمة الحوكمة باختصار هي امتزاج قيم أفراد مؤسسات حكومة لما يمتزجوا مع بعض هيطلعوا له قيم مجتمعية زي العدالة، زي الشفافية، زي سيادة القانون زي ما بقول باختصار الحوكمة هي مكافحة للفساد يعني أنا بتجي للحوكمة عشان أقدر أقلل الفساد طب معلش أنا يعني من اللي فهمت من الحقيقة أنه فيه كذا عنصر بيشتركوا مع بعض في منظومة محددة عشان نوصل لموضوع الحوكمة الحوكمة هي مشاركة مجتمعية يعني هي مش مسؤولية فرد مش مسؤولية دولة وقتها خاص ومجتمع مدني وأفراد كل ده يمتزجوا مع بعض فيطلعوا له قيم اللي أنا عايز من خلالها أقدر أكافح الفساد طب معلش سؤال آخر هل هناك كهة محددة هي اللي بترسم ملامح القيم اللي احنا لكل المجموعة دي بتهدف لها احنا بنرجع بقى أن أي دولة عايزة تطبق الحوكمة فبتلجأ لحاجة اسمها مبادئ الحوكمة الرشيدة لو احنا طبقنا المبادئ دي يبقى احنا كده بنعمل حوكمة يبقى أن نقول بقى يعني في معيّر اه في معيّر أو في مبادئ بنستند إليها في تطبيق الحوكمة زي المسألة لابد أن يكون هناك خطوط واضحة أن أنت تقدر تسائل المسؤول اللي بيقوم بعمل ما تاني حاجة شفافية لابد أن يكون هناك شفافية مع جميع المواطنين سواء الحوكمة على مستوى الجهاز الإداري أو على القطاع الخاص لابد أن يكون الفرد أو المجتمع العلم بالسياسات اللي بتقوم بها الحكومة المشاركة لأن طبعا الدولة تحول دورها من دور رئيسي إلى دور مشاركة هي كالأولة اللي بتقوم بكل حاجة لكن دلوقتي هي دور بيشارك مع المجتمع المدني والأفراد فلابد أن يكون هناك مشاركة تالت حاجة الشفافية أن تكون المعلومات واضحة معلنة لجميع المواطنين رابح حاجة يكون في عدالة مكافحة الفساد بقى يعني أحد المبادئ بتاعت الحوكمة وده لأنه اللي هو يقدر هو كل اللي حاجة بتقوله ده يؤدي في النهاية إلى مكافحة الفساد يعني أنا عشانا قدر أقلل الفساد يعني لازم يكون هناك استجابة لابد أن يكون هناك كفاءة وفعلية الفرق بين الكفاءة وفعلية الكفاءة أن أنا أقدم الخدمة للمواطن بقال لمجهود وبقال لتكلفة الفعلية أن الخدمة دي تحظو على رضاء المواطن لو إحنا طبقنا المبادئ دي في أي دولة اللي إحنا قلنا عليها هيبقى فيه أكيد نتيجة وهي تقليل الفساد اللي هو يعتبر منتشر مترشف في أي دولة في العالم ما فيش دولة في الدنيا ما عندهش فساد لو القانون ما بياخدش مجرى هينتشر هينتشر فإحنا عن طريق الحوكمة الرشيدة ديت إزاي عشان يبدأ يوصل مفهوم للمشاهد إحنا بنتبق آليات وسياسات تقوم على الشفافية تقوم على العدالة تقوم على المسألة في الآخر نقدم خدمة للمواطن تحزو على رضاء المواطن لأن لما يكون في فساد الخدمة ممكن توصل للمواطن بتكلفة عامة بتكلفة مختلفة ممكن يحوز عليها بمجهود أكبر فبالتالي ده بيعوك أهداف التنمية المستدامة وإحنا برضو حقيقة بتتكلم على الخدمة المقدمة سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص لأن الحوكمة ليها تلات أنواع في حوكمة قطاع عام ودي تخص الدولة وتؤثر حكومة زي الوزارات والهيئات التابعة للدولة حوكمة القطاع الخاص ودي تخص القطاع الربحي حوكمة الجامعات الأهلية الجامعات الأهلية بيخش لها فلوس فين الرقاب عليها الفلوس دي راحت فين ما راحتش فيه ده دلوقتي حوكمة القطاع الخاص ده بقت أي شركة عشان تدرج أوراقها في برصة الأوراق المالية لابد أن يتكون بتطبق الحوكمة يعني حضرتك أي تقرير لأي شركة بتطبقها تلاقي بيانات بتاعتها معلنة بتطلع تقرير مالي كل سنة فبالتالي فيه شفافية ده في القطاع الخاص ده في القطاع الخاص ده لازم وبقى حوكمة القطاع الخاص هل ما كانش كده زمان يعني موضوع الحوكمة إمتى بدأ موضوع محاولة تطبيق منظومة الحوكمة هو بدأت مصر في موضوع الحوكمة ده لما احنا انضمنا للاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وده كان عام 2004 بعد كده بدأنا نعمل موازنة مواطن بعد كده بدأ يحصل حاجة اسمها موكورد عشان اطبق الحوكمة يحصل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مرنا بمرحلتين مرحلة الاولى كانت من وده كانت استراتيجية تم اطلاقها فخامة الرئيس عبد الفتح السيسي المرحلة الاولى بتاعتها كانت من يعني انا مضينا على اتفاقية 2004 مكافحة الفساد عملنا مدونة سلوك عملنا موازنة المواطن اه دي الفترة لغاية ما جئنا 2014 بدأنا بقى نعمل استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المرحلة الاولى كانت من 2014 ل2018 بس كان فيها بعض التحديات لما جئنا وقيمنا المرحلة ليه بقى ايه المرحلة يعني كانت ايه احنا لما بنتكلم على مرحل لما بيجي قسم مشروع قومي او استراتيجية كبيرة قوي بالشكل ده للمرحل بيبقى بالنسبة لي لما بقول مرحلة اولى دي بتبقى الاولوية في ترتيب الاهداف اللي انا عايزة وصلها فهي دي المرحلة الاولى هي كانت ايه بقى في الستراتيجية هي الاستراتيجية لها رؤية ان رؤيتها مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويكافحه مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويكافحه فانا عشان اوصل للرؤية بتاعتي قسمتها لمراحل بدأنا بالمرحلة الاولى بدأنا نشتغل على الخدمات المميكنة ما هو الخدمات المميكنة او التحول الرقمي ده هو ركيزة من ركيز الحوكم طول ما المواطن بيتعامل مع الموظف في مشكلة اه فانا بحول افصل بقى انا عايز احول بدلا ما البيانات تبقى يدوي تبقى البيانات الكتروني اه عشان يبقى فيه مسافة ما بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة اللي نور على حضرتك لما نفصل ما بينهم انا يبقى التحول الرقمي اللي بيحصل دوت انا بحاول اقلل الفساد بقى ميبقاش فيه احتكاك فبدأنا مصر تتاجه الى الخدمات المميكنة بدليل منصة مصر الرقمي منصة مصر الرقمية دي دي استراتيجية تبنتها وزارة الاتصالات 20-30 كان لها 3 ركائس ايه بقى الركيزة الاولى ودي كان كلها على بعضها ضمن المرحلة الاولى من مكافلة الفساد عشان اقدر اعمل اللي هو التحول الرقم كان اول اول هنف اذا فيها التحول الرقم بالفعل في جهات اه جهات كتيرة تم ما يكنتها وانا باخد الخدمة بناء على ايه يعني بطرحها على المنصة بناء على ايه واحد جمهارية الخدمة يعني الخدمة لازم تخدم عدد قطاع كبير من المواطنين تاني حاجة جاهزية الجهة يعني الجهة خلاص حولت البيانات بتاعتها من يدوي الى اكتروني تالت حاجة تبادل البيانات باخد انا الخدمة طالما توفر فيها الثلاث شهور ابدأ احطها على منصة مصر الرقمية الخدمة تطاح بنفس التكلفة بدون اي مجهود انا كده فصلت مقدم الخدمة عن طالب الخدمة انا كده بحاول اقلل الفساد اللي موجود في الدول طيب دكتور حازم يعني حاجة ذكرت في البداية انه كان فيه في تطبيق المرحلة الاولى من استراتيجية مكافحة الفساد كان فيه بعض المعوقات يعني ايه كانت المعوقات زي كلت عدد الخدمات المميكنة كان لسه العدد كولير خلال المرحلة اولوى زاد طبعا في المرحلة الثانية حتى في آخر تانية يعني البنية الاساسية كان فيها اه او كان فيها مشكلة ما كانش فيه قانون بيحمي اللي بيبلغ عن الفساد ما كانش فيه نشر البيانات للجهات الرقابية ما كانش عندنا قاعدة بيانات للجهات الرقابية فدى بدأنا نتضارقه فقومه في المرحلة الثانية اللي بدأت في 2019 لانه دى كان معتمد اعتماد كبير على الموضوع البنية الأساسية لشبكة الاتصالات ما كانش لسه في التحول الرقم يظهر ما كانش مؤظم يجاد تم ميكانيتها ده تم إدراكه في المرحلة التانية زاد عدد الخدمات المميكانة احنا عملنا خدمات التقاضي بقيت موجودة على منصة خدمات التوصيق الأحوال الشخصية الأحوال المدنية خدمات التأمين الصحي الشامل المخالفات لو عايز تعرف عن رحلتك مخالفات معرفة فهنا كل ما بيزيد عدد الخدمات المميكانة غير كده كمان ان بدأت الدولة توفر الجهاز بتاع الخدمات المميكانة ان تحريتك تقدر في بعض المولاد تم توفير الجهاز ده وتجربته تقدر تستغل شهادة المميكانة كل ما هيتم ميكانة كل ما هيتم تحول رقمي ده ركيزة من ركائز ان انت حضرتك تبدأ تحقق الحوكمة هل ده من ضمن التحول الرقمي من ضمن معايير الحوكمة من ضمن الركائز مين اللي حط الركائز هل ده حاجة من الأمم المتحدة تابعة الاتفاقية اللي مصر وقعت عليها ولا بينها لا ده على كل الدول ما هنت احنا قلنا زي محررتك قلت طول ما فيه احتكاك ما بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة دولة مش هتمشوا ارى كل واحد وتشوفوا بيعمل ايه او ما بيعملش ايه ده مرتبط بثقافة انت محتاج تغير ثقافة بالبداية فده الدولة بقى بتحاول عشان كده بدأت الدولة تنتجي الى عاصمة الادارية الجديدة انا مش بنق المكان انا بنق الليبنية تحتية تؤهلني بعد كده اه ده رحمل تحاول رقمي ده اول مدينة زكية في العالم فبالتالي انا بنقل الوزارات هناك ليه لان كان الوزارات القديمة او اماكن مش مجهزة فبالتالي انا بنقل الاماكن سواء امكان تكنولوجيا او بنية تحتية لان انت محتاج بنية تحتية عشان تقدر تحاول رقمي اه فهو مش مجرد نقل اماكن لا انا بنقل عشان ابدأ اتجي ان انا ابدأ اعمل التحاول للرقم طب ايه علاقة ده بالتنمية المستدلة لانه دايما بيربطه ما بين حتى المعهد نفسه المعهد القومي الحوكمة والتنمية المستدلة هل هناك علاقة ما بين ده وده تمام هو كالاول اسم المعهد القومي للإدارة اصلا اه ما كانش اسمه المعهد القومي للإدارة يعني هو هو نفس المعهد القومي للإدارة تغير المسمى بتاعه بقرار من رئيس الوزارة 1880 لسنة 2020 بدأ يدمن تغيير وقال صار المعد القومي للجودة للحوكمة والتنمية المستدامة ليه بقى؟ وده يعطار أصلا ليه التغيير آه ما أنا هقول لحضرت ده يعتبر الزراع التدريبي لوزارة التغطيط والتنمية الابتصادية طيب هم دلوقتي في ظل التنمية المستدامة فيه تحديات بتقابلني أنا عشان أحقق رؤية مصر 2030 اللي هي الهدف الثالث فيها إيه؟ قال لي حوكمة الدولة ومؤسستها يعني حطناه هدف من ضمن التمن أهداف اللي موجودين في رؤية مصر 2030 طيب انت عشان تحقق الهدف دوت ففيه آليات عشان تبدأ تعمل طيب فبدأوا بقى يعملوا معهد متخصص في الحوكمة والتنمية المستدامة طيب المعهد ده من أهدافه إيه؟ تمكين المرأة في ظل رؤية مصر 2030 هو ليه طابع استشاري وبحث وتدريبي بيقوم بتدريب الأفراد على مفاهيم التنمية المستدامة بينشر كل التقارير خاصة بالحوكمة يبقى هو متخصص في الحوكمة والتحول والتنمية المستدامة الناحية متخصص في الحوكمة من الناحية الأكاديميك الناحية العلمية أكتر منه الناحية التنفيذية آه التدريب هو بيدي تدريب لبعض الأفراد زي ما نشوف دلوقتي أحد المبادرات اللي عملها بيدربهم على تفعيل أليات الحوكمة وهرجع لسؤال حضرتك تاني علاقة الحوكمة بالتنمية المستدامة بس نكمل في دولة التنمية المستدامة عشان تتحققها لو في فساد منتشر يعني أنت بتقول من ضمن أداف التنمية المستدامة القضاء على الفكر تحقيق تعليم جيد صحة جيدة كلام ده عمر ما يتحقق طول ما في فساد صحيح فهو أجيه حطي بقى هدف للحوكمة قال لك الحوكمة دي هي طريق هتخلي الدولة تنجز أو تصرع في هدفك من المستدامة سؤال فارغي أنا ييجي الأول تطبيق الحوكمة ييجي الأول ولا الإصلاحات تيجي الأول فنقدر نطبق الحوكمة بشكل أكبر الإصلاحات أوكي يعني الأول الروحية من تحورك ابدأ فعل الجهات الرقابية ابدأ اختار من الأول اختيار صحي للموظفين بتوعك يعني الأول لازم يقع فيه بنية طول ما البنية مش متوفرة مش هتطبق الحاجة الحوكمة دي كلام فارغ يعني اه مش هتطبقها حاجة ده معظم كل الدول دلوقتي أو المؤسسات أو القطاع الخاص كله بيتجي إلى مجال الحوكمة الحوكمة يعني رقابة يعني مسؤولية يعني محاسبة يعني كل حاجة فيها شفافية فبالتالي ده بيقلل نسب الفساد هل أجهزة الرقابة نفسها بيبقى ليها منظومة حوكمة داخلية ما هو أجهزة الرقابة دي بتبقى أجهزة حساسة للغاية يعني الحياة ومتعددة صحيحة ما حاجة بتقول هل بيبقى ليها هي من جوة نفسها بقى في منظومة أخرى لحوكمة وشفافية البيانات والقوانين اللي بتصدرها والرقابة تمام لأن دي جزء ما هو دي جزء ما هو لو الأجهزة دي ما هلقاش آليات بتعمل فيها مش هتطبق أصلا فهي فيها آليات هي بتستند لبعض الآليات بتدخل الوزارة بتشوف الخدمات دي تم ميكانيتها ولها تمش ميكانيتها فبتسعى إن الخدمات دي تم ميكانيتها عشان يحصل رقابة ما هو لاسم يبقى فيه قعدة بيانات صحيح وإحنا متفقين إن فيه مشكلة في قعدة البيانات صحيح ده بقى أنشئ من أجله معد الحوكم هو معد متخصص بقى بينشر كل تقارير الحوكمة بيشوف تجاره بالدول الدولية زي ألمانيا وماليزيا وبيعرضها بيبقى فيه النقاش ما بين خبراء دوليين في مجال التنمية المستدامة عشان كده هو هدفه توعية في أهدف التنمية المستدامة يعني عشان نصرع أهدف مصر في التنمية المستدامة بدأنا نعمل المعهد المعهد نفسه شخصيا وبيصدر تقارير بقى وبيقوم بتدريب يعني من أحد أهم مهام المعهد زي ألمانيا بتقول هو أصلا كان معهد إدارة فهو يعني متخصص فيه تدريب مين مين اللي بيتم تدريبه يعني وانا قاعد بذكر في الموضوع الصبح لقيت آه الله لقيت انه تقرير المعهد التنمية المستدامة تدريب وتطوير قدرات بشرية عشرين عشرين لأن دي أحد أهدف عشر برامج تدريبية المستفيد منها ستة لاف ربعمائة وتمانية مدرف واحد منهم منهم سبعة وسبعين خارج إيه أصلا إيه البرامج التدريبية وساعات التدريب أربعة تلاف ساعة مين اللي بيتدرب هنبسطها شوي هنبسطها شوي نرجع لأهدف المعهد أهدف المعهد دوت أحد أهدفه تمكين المرأة تمام ودعم رؤيتها في عشرين تلاتين أيوة فيه واحد عن المرأة هنشوف بقى إيه البرامج اللي المعهد بيطلقها عشان يقدر يحقق الهدف بتاعت تمكين المرأة أول حاج برنامج تأهيل القيادات النسائية ده برنامج أحد البرامج اللي بيقوم بها المعهد هو دلوقتي تم إطلاق الدفعة الثالثة في خمس محافظات القاهرة والبحيرة والدقاهلية ودمياط والدقاهلية خمس محافظات إجمالي عدد المتدربين في النسخة دي الثمانية وخمسين كان قبل كده كان فيه نسختين كانت في القاهرة والسكندرية وبورسعيد والأقصر والماني يعني طبقوا قبل كده القاهرة مشتركة في الدفعة الأولى والتانية والتالي لأن العدد أكيد فهو هدفهم إيه؟ إن هم عايزين يأهلوا أو يزودوا دور المرأة في القيادة المرأة دلوقتي بقى في ظل الاستراتيجية اللي تمت اللي هو عام المرأة 2017 دورها بقى يعني دخلت في كل التخصصات فقال لك المرأة أنا عايز بقى أهلها للدور القيادة ده أحد البرامج اللي تمت للمرأة ده على مستوى الحكومة على مستوى الحكومة على مستوى الحكومة والجامعات البرنامج دوت اللي هو تأهيل القيادات النسائية فبيبقى أفراد من أجهزة مختلفة في الحكومة بتاخد دورة تغيبية؟ بيأهلوهم أو بيختاروهم وبرشحوهم إنهم ما يبدأوا يخشوا الدورة دي عملية؟ معلش أنا عاد أخلق في التفاصيل بك العملية؟ اختيار الأفراد اللي لازم يروحوا هل بتبقى ماشية وفيها نوع من أنواع الشفافية الأكفأ هو اللي بيتم اختياره؟ المفروض الطبيعي ده يتم أنت دي دي أنت بتأهل قيادة فبالتالي أنت بتبدأ تختار بناء على الكفاءات اللي أنت شايف إنهم بعد كده يقدروا يقوموا بدور القيادة ده الطبيعي برضو كعندنا برنامج هي لمستقبل رقمي هي لمستقبل رقمي دي خلال عام 2020 وفقا للتقرير 2022 تم تدريب 2164 سيدة عشان إيه على إيه بالضبط؟ ما هو أنت دلوقتي عايز عندك فجوة رقمية يعني إيه فجوة رقمية؟ أجوة رقمية إن هما ما عندهمش إدراك إن هما يقدروا يعملوا الأعمال بتاعتهم عن طريق الإنترنت إحنا عندنا مشكلة التنقل دي مشكلة بالنسبة للسيدات وعشان كده نسبة مشاركتهم في العمل ولا هي لا مازال فيها تحدي فأنا بحاول أدربهم إزاي يتعاملوا مع الإنترنت أمن المعلومات أمن الخصوصية بعد كده أبدأ أدربهم على أهداف التنمية المستدامة ومبدأ تكافؤ الفرص ده برنامج ممتاز عشان أبدأ أهل يبقى ده أحد البرامج اللي بيتوليها المعهد وده موجه مش بقى لموظفين الحكومة لا ده موجه بشكل عام آه آه ده بشكل عام تمام مش كده وبس مش شغالين في مصر بس إحنا عندنا برنامج اسمه تأهيل القيادات النسائية الأفريقية جميل إحنا من أوائل الدول اللي اهتمينا بملف المرأة تمام وتمكين المرأة ده تم إطلاق منه تلات نسخ إحنا دلوقتي بنطلق النسخة يعني إحنا بنشتغل في مرأة ده كل ده من 2018 آه شغالين في الملفات دي فكل الملفات دي هتحقق رؤية المعهد طب ليه الأفريقي معلش عشان إحنا مصر رائدة في ملف تمكين المرأة تمام في ظل الاستراتيجية اللي تعملت بتاعت تمكين المرأة 2030 انت بقيت نموذك فانت بتعمل تبادل خبرات ما بينك وما بين الدول الأفريقية ليه بقى؟ عشان عايزين نعزز تصنيف الدول الأفريقية في مؤشرات المرأة وده يفرق مع مصر برضو طبعا طبعا يفرق مصر عشان استراتيجية عشرين تلاتة وستين تلاتة وستين كنت مزح أسألك ده ما يتوفق معا دعم وتمكين المرأة نفس الاتجاه بتاع نفس الاتجاه بتاع التنمية المسلح فاحنا هنا اشتغلنا على المرأة كويس جدا المبادرات بقى التانية التدريب يبقى ده شك يخص المرأة احنا قلنا فيه شك تاني يخص ان انت تتوعي الناس بقى ده في التنمية المستدامة مبادرة تكون سفيرا مبادرة تكون سفيرا دي أحد مبادرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دي تمت فيها دفعة أولى وفي خلال عام عشرين اتنين وعشرين احنا في الدفعة التانية دربنا 1157 متدرب على ايه بقى؟ اه على ايه احنا بنجيب بعض الكيادات الشابة وبنبدأ يكون هو سفير للتنمية المستدامة عشان يوعى يبقى هداف التنمية المستدامة بيشتغلوا على ثلاث حاجات اول حاجة مستوى مبتدئ بيبدأ يجربوا على برامج الحسب الآلي ازاي يعمل سيرة ذاتية ازاي يتواصل مع الاخرين يبقى تنمية ثقاء في النفس يوم داخل على المستدامة دي شخصي جدا دي هومن ريسورس او دول كلهم دلوقتي هم صفراء وعملوا مبادرات منبسكة من مبادر يكون سفيرا يدي من احد المبادرات النكحة بس يكملي الحدود يكملين الدفع الاولى تم تخرجها خلاص ده البسيط اللي هو البيجينر اه المتقدم بقى هيبدأ يديهم محاضرات في التنمية المستدامة ويحاضر فيها خبراء يعني معلش معلش انا هتعبك معي بيشتغل حاجة يعني ايه محاضرات في التنمية المستدامة يعني بيعلمهم ايه بسطة يعني التغرات المناخية المشاكل البيئية اصر التغرات البيئية المدن المستدامة المباني الخضراء ما هو كل ده ادارة المخلفات ما هو كل الموضوعات دي بتخلي الدولة تقدر تحقق اهداف التنمية المستدامة اللي هم السبعة تشعر في اللي احنا قلنا عليه صحيح خلص معهم بقى المستويين ده المستوي المبتدر وعلى جهة ده المستوي المتقدم يروح بقى يديهم مستوى التخصصي منطعة حاضر انت بقيت سفير للتنمية المستدامة يعني هتدي محاولة فهيبدأ يشتغل على تدريب بقى المدرب نفسه بقى وده بيبقى مباشر بقى في خلال اسبوع ازاي يقف ازاي يقول التنمية المستدامة ويتكلم في ايه بزا يعني التخصص فيه هو ده هيبقى سفير للجزئية دي فقط في في مجال التنمية المستدامة بشكل عام اه بشكل عام بشكل عام لانه اخد بما يكفي انه يقدر يتكلم في كافة موضوعات التنمية المستدامة من المبادرات اللي ذكرت في التقرير برضو مبادرة العقول الخضراء بدأنا نروح لتحت بقى اه دي من صغيرين دي من احد المبادرات دي جميلة دي دي لطلاب المرحلة الابتدائية تم تدريب في عام عشرين اتنين وعشرين الف وربعمائة طالب حلو مين بقى اللي دربهم خريجي كون سفير الكبار اوكي خريجي كون سفيرا طب انا عشان ادرب الطالب اللي هو لسه يزير على التنمية المستدامة مش رح اقول له مفاهيم كبيرا مكالكعة اه كبيرا مكالكعة فبدأوا يعملوا شراكة مع احد الشركات بتستعين بيتعلم بالخبرة او بيعلموا التفاعول اه يعني بيعلموا يعني هو خد درب خريجي كون سفيرا عشان ده يدربوا الاطفال دوله بس عن طريق الاسلوب التفاعولي لو انت عملت المية بتنشروا بينهم اه يبدأوا اه عشان تقدر تعملوا صفر كل ده بيعملوا كل ده بيعملوا المعهد القومي للحفظ كل ده مبادرة كيفية من انشاء بسرية دكتور حازم معلش انا اسف وقتنا انتهى ولكن يعني اتعبتك معايا النهاردة وعبتلناك ولكن فعلا يعني اهو في مزاري هناك جهود الحقيقة ضخمة جدا بتبذل في موضوع التنمية البشرية لان الموضوع النهاردة غاية في الاهمية لانه ده بيهدف الى توعية العقول للمستقبل اللي هو اهم اهداف التنمية المستدامة هيا بنشكره شكر جزيل للغاية استاذنا الدكتور حازم عواد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشبيع نشكرك صديق المشاهد وان شاء الله نشوفك الحلقة جيدة مالاقتصاد